اشتركوا في القناة للجلل فيها غالة من غالة وفيها فرّة من فرّة وفيها تكلم الجاهل بما لا علم له في المسألة على الإطلاق وهناك المرتزق أيضا دخل في القضية ووسع فيها قدر الاستطاعة حتى يجعل لنفسه نصيبا يقوم على الارتزاق المهم أنني حينما أريد أن أتحدث عن القرين فلابد أن نحترم عقول المشاهدين والمشاهدات بمعنى لا بد أن نعطي مادة علمية صحيحة سديدة من كتاب الله ومن صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أقوال أهل العلم ولا يحق للإنسان على الإطلاق أن يعمل عقله في مثل تلك المسائل وأن يسهب بكلام ليس له أساس من أجل ذلك أقول وأنا أعلم أن الكثيرين سيتابعون هذه الحلقة للجدل المثار حولها مرة أخرى أقول أتحدث عن القرين لكن لا بد أن أعرف القرين أولا حتى يقف القاصي والداني على المصطلح الذي أدور حوله القرين هو نوع أي الذي أقصده لأن له معاني هو نوع من الجن نوع من الجن يلازم الإنسان من ميلاده إلى وفاته مرة ثانية القرين نوع من الجن يلازم الإنسان من ميلاده إلى مماته لا يفارقه طرفة عين لا يفارقه طرفة عين ويحضه على الشر دائما يبقى نأخذ التعريف الأول عشان نخرج منه بنقول القرين نوع من الجن نوع من أنواع الجن ديها ركز على جدا إلا أنها تكلم عنه في الحلقة لأن القرين له معاني أخرى يبقى القرين إلا أنها تكلم عنه في الحلقة نوع من أنواع الجن لا يفارق الإنسان أي يلازم الإنسان من ميلاده إلى مماته لا يفارقه طرفة عين ويحضه على الشر دائما أبدا ما يحضهش على الخير ولا يأمره بخير ويحضه على الشر دائما يبقى فيه استثناء أبينه بعد ذلك يبقى هذا التعريف بالنسبة للقرين أول نقطة نوع من أنواع الجن إذن هو جني يبقى نراكز مع بعض إذن هو جني أمنام جني يبقى بنطب عليه أيضا إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم ما بنشوفوش ما بنشوفوش لكنه ملازم للإنسان رجل له قرينه المرأة لها قرنتها وهكذا طيب حتى الأنبياء يلازم الإنسان من ميلاده إلى مماته إنما ليقولك أنا حرقت لك القرين موت لك القرين خرجت لك القرين أفاك أفاك وكذاب هو يلازم الإنسان من ميلاده إلى مماته لا يفارق طرفة عين عشان نقولك مش هتولك لا يفارق طرفة عين يقولك ده قرينك ده طيب ده قرينك صالح قرينك حج كذا مرة قرينك بيصلي أفاك ليه ويحضه على الشر دائما عمره ما يأمر بالخير عمره ما يأمر بالمعروف عمره ما يأمر بصلاة ولا بالصيام ولا بصدقة ولا بزكاة إلى آخر هذه الأمور بل يحضه على الشر دائما القرين ده اللي هو أنيجي نرجع شوية ورا مع أهلينا في الأرياث وأيضا في بعض المدن أو في المدن وفي الصعيد وبر مصر له معاني عدة عند العوان المعنى الأولاني يقولك أخوك اللي تحت الأرض واختك اللي تحت الأرض شوف أنا بسقط لكم على أرض الواقع على أساس الحلقة ما تبقاش مجرد كلام أنا بيجي حافظه من البيت أقوله لكم واروح أنا خلصت اللي علي لا أنا بربط لك بالواقع عشان أعليج لك وأصحح لك وفي نهاية تقف على الصواب يبقى كان زي من لك إيه أخوك اللي تحت الأرض ولولك أختك اللي تحت الأرض زعلانة آه وإزاي كان بالليل يقولك اوعد ديب تجي أنت تنط تقفز كده قفزة لكن اوعد ما تنطش بالليل ليه أصحي أنتا كده هتكسر أخوك اللي تحت الأرض اتعاور أخوك اللي تحت الأرض هتيجد أخوك اللي تحت الأرض وانجي يدوء اشياء بالليل ايو عدوء وانجي يفحر بالمسحة اللي يلمسحا اللي الفائس لك لأ حاسب هتعاور اخوك اللي تحت الارض ولذلك كاثرت الامور الدجالية كان يقولك مثلا فلان الوهم اشتغل رح يفحر في حتة ظلمة بالليل انت مش عارف انت ازيتهم من بعوش تحت الارض اخوك اللي تحت الارض دلوقتي انت هتضيع يقوم المسكين خلال المخ تشتغل المخ يدق اوامل كيت تلاقي ديت الشل وما عندوش اي حاجة ما عندوش فاكه خلاص كما يسرع الجبانه من الموقع الخالي وقع اشتلوه ودوه البيت في ايه اخوك اللي تحت الارض زعل منه وصلوه عمل كذا وليبسوه تابوا بعدين ولا قابلين تشوف حدي بقى يصالح اقوه يجيب له الشيخ حنزل ولا الشيخ فرقل يوم جايلو يوم بس موضوع كبير يعني اعز اعمل حاج حطوه نوه بس مبلغ كذا وانا مبلغ كذا وكيت وانا هاتعب كذا شوي تاني يوم اهه لا 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 ده عايز صلح تب نعمل ايه عايز معزة بس المعزة انا هتبحها عندنا وعايز ان جوز حمام وبردو ايخة اللي ده بحوم عندني وعايز انه هدهد وراسه حمرة هتبحه انه هنا لانه مش هاكله البقى ياكله وياخده وقولهم بصالحه والموهوم اللي نايم اه فين عم يفوق باو وكيت ممكن نقوله خلاص خلاصت وصالحنا يوم اهيم على طول قال لا سره باتع طب والله كان مشلول طب والله ما كان بتحرك اه ده بيجري ده بتنطى تشوف ولا كأنه في اي حاجة اللهم صلي عندنا سره باتع الراجل عمل كيت وهو المعتوه ما عندوش اي حاجة في الاصل ما عندوش اي شيء ده موهوم ولذلك صرع كما يسرع الجبن من الموقع الخالي وبعدين كل ما هنالك انه استسلم للنفس الاقوى منه في السوق لغاية ما كذا ادي حالة قال لي بالكوا جدا تانية بقى يقول لك قرنت ليه استحمد بماء سخنة قردوش بماء سخنة فالقرنت تاعتها اما كهرباء تاعت او ما كانش فيه كهرامة او المصباح الطفا اه الماء السخنة نزلت عليها فايه واحد تستحمى سخنة لهم البنت التانية موهومة وموسوسة خلق داخلت تستحمى ماء السخنة كهرباء طاعت توم دب صرخة ونايمة في الارض شيل ايه اختها عملت ايه داخلت طب بعدين هاد برضو المعتوهة الشيخ ده وبعدين الشيخ ممكن يقرأ الشيخ ممكن يقولك بالقرآن الشيخ ممكن يقولك بكيت وكلام اللي تعرفوا ديه وفي الآخر خلاص الموضوع تفض اختها خلاص ومعتش توم دي قيمة لا في الاصل المعتوهة الاولى عن شيء ولا المسكنة دي عدها اي شيء ما في كلام من دي على الاطلاق ولا اخ تحت الارض ولا اخت تحت الارض وانا اتركوا الارض ديه طبقات هيعيش فين تحت الارض فيش جن اسمه تحت الارض مش كلام فارغ من ديه على الاطلاق ده كلام يدحك الناس علينا احنا مسلمين يجب نكون اعقل الناس انضج الناس عندنا وعي مش نوع دول الجن تحت الارض تحت الارض تحت ايه القشرة الارضية ولا في الطبقة الثانية ولا الثالثة ولا في النار تحت مش كلام من ديه على الاطلاق هو ربنا بقول إنه يراكم وقبلوا من حيث لا ترونهم هعيش معنا في الكندة بس إحنا لا نراه وهو يراهنا إحنا لا نراه وهو يراهنا ده القضية أما القرين ده ملازم للإنسان يجري منه مجرد دم من العرق إنما حكيت بقى أخوه وقع عليه وقعت عليه كلام ده لا 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 أوهام يقول لك والله بعيني شفتها مشلولة والله اتعامت وفتحت بقى نعم وهم الوهم يعمل كده بيعمل أكثر من كده بيعمل أكثر من كده يعني ممكن تلاقي راجل متخشب وجايلك بس دي سمع أنه وراح لشيخ بقى الشيخ ده بيسوي الهوائل وبيعمل وبيترك أول ما يروح عندي وقول له خلاص هيقوم أهو هتلاقي أم أيم على طول آه فيه إيه سره بقى ده سره هو الراجل أصلا الوهم اللي مخشبه الوهم خلاك إيه بصورة دي الوهم لما ترفع الراجل أم أيم على طول تيجي تقول لي قريب وصدقني ما حصلش حاجة مهما تقوله يش قلقك بقى ما تكذبش عني يا بقى ده كان مشلول يا راجل ده ما فيه الصابع بتحرك يا راجل ده ما فيه شجل بتتحرك يا راجل ده ما كانش بيقدر يوقف ده كان بيعمل الحمام مكانه انت هاتيه كمان تقول لي كذا أهو ده أنا شايف بقى بعنية بقى لا حلوة وقت والجهل يغلب والجهل يغلب بصدق عليه يغلب خاصة في المجتمعات الفوضوية اللي زي مجتمعاتنا دي اللي يغلب فيها الجهل والبلطاجة الإعلامية والبلطاجة الشوارعية والبلطاجة في الأحياء ما عندش فيه حي اسمه محترامي حي كويس وحي كاي البلطاجة شطحت فيه الكل والمخدرات والنيلة وقلت الأدب والحاجات اللي مش كويسة ولذلك كل الأمور دي بتبقى عامل مساعدة لظهور العلائيات دي أو الشماعات دي خلاصة المسألة يا جماعة ده أمر صعب إما نيجي نعالج به أهلين والطيبين هيبقى بصعوبة جدا لأن دايما الإنسان الفاشل بيدور على شماعة دايما الإنسان الضعيف في ناس عندها ضحف ما بقاش فاشل بقى محترم وطيب جدا ونقي جدا بس انهزمي جدا بمعنى ما يحبش يواجه أي مشاكل يعمل إيه ينهزم لها أول ما يقول له كذا يوم أعطول وأعصابه ودماجه وبتاعه نم في الأرض ومعنش يتحرك وفكأة أفل على نفسه ومعنش بخرج وممكن في الآخر تلاقيه لقى بالطب وبتاعه ما خلاص ضيع عقل نفسه ده ضعف في الشخصية انهزمية داخلية عند الشخص ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي القوي في بدنه القوي في اعتقاده القوي في علمه القوي في نضجه القوي في وعيه القوي في كل شيء طيب المؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف وفي كلنا خير ليه الضعيف مهزوس فيه خير انه فيه إيمان لكن مهزوس وضعيف ويمل الوقوع الى آخر هذه الأمور إنما الإنسان اللي عنده قوة يقين قوة إمام وحسن ظن بالله وصحة اعتقاد ما يتزلزل وإن تزلزلت الجبال الراسية هيولك دول ميت ساحر قاعدين ولا لهم أي قيم على الإطلاق ولا يفلحوا الساحر حيث أتى وما لهم أي قيم ده شوية مرتزقة بدليل إن كل واحد منهم قاعد ضايع واش عايزه أقول لفظ ثاني واستقبل الحريم ويدحك على الحريم ويدحك على كيت عشان يدخل من دي مبلغ ودي مبلغ ويعيش بالسحة والجهل والشركيات اللي عيش إذن ده يقدر يعمل إيه ولا يقدر يعمل أي حاجة على الإطلاق جيب ساحرة مصر وساحرة العراق وساحرة كيت طلبوا شوية بلطجية شوية لمؤاخذة ضيع ما نمش أي قيمة على الإطلاق ولا يقدروا يعملوا أي حاجة على الإطلاق وكلها أوهام مش معنى كده أني بن في السحر لا أنا قتت بالآيات وبالأدلة لكن بتحدث عن واقع قيم عن نصب والاحتيال وهناك مجتمعات يعني لا تتفوق ولا تبدع إلا في النصب والاحتيال في مثل هذه الأمور وفيه ناس بتحب التمرض جدا ليه؟ لأنها ضعيفة مش قادرة تواجه المجتمع وبخاصة فيه نص طيبة واعد في المستنقع ده يعني بعد أحداث 25 يناير والانفلات اللي حصل ده مش انفلات بس كلمة انفلات كلمة سهلة طبعا الضياع والضمار الأخلاقي والضمار الاقتصادي والاجتماعي والانقسام المجتمعي لدرجة ما عادش فيه حاجة اسمات بروس غير ما عادش فيه شيء اسمه متوقير ولا احترام والبلطاجة البلطاجة مكانت معروفة ان تبقى في شوية مجرمين غير متعلمين في أحياء شعبية معروفة بس هي دي لا البلطاجة الوقت بقت في كل مجال في السياسة سياسة البلطاجة فلان والسياسة البلطاجة فلان في الإعلام ده مليان الإعلام بقى مليان بلطاجية بيبقى ناقس يسبيلك بس جيدين وفيهم ما نسبب جيدين على وفيهم اللي بطلع بالصوت العب من البؤ وعملوا كل حاجة وفيه اللي يخطب الناس يلوم يا بهايم وفيه اللي يقول على نفسه حمار وفيه اللي مليان بلطجة وفيه اللي قاعد مع احترامي كان لموازا ما لوش أي قيمة وكذا أي يعني حاجات كده من باب ويخلقوا ما لا تعلمون بقى عندي بلطجة سياسية بلطجة إعلامية بلطجة في كل شيء نعرفش لكن إما بتدرس تعرف إيه اللي حصل في البلد وفي الدول العربية عمتا يعني ولذلك الناس اللي بقى عندها نقاء وشفافية وطهر وما لهمش يعني في اله كذا بعد ما كانوا عايشين مع الناس الأول فيه ترابط اجتماعي وفيه تواصل وما كانش فيه انقسام مجتمعي وكان فيه محبة بين الكل وكان فيه عيب ومش عيب وحلال وحرام كان فيه كل الصفات الحلوة دي لما انهارت الناس دي بدأت تخاف من المجتمع لأنه ما فيش أمن ولا أمان انت تبقى راجل راجل مش خايف على ابنك انت راجل وتتخطب في الشارع ويتطلب منك دي او من أهلك تبقى راجل ونازل ومعكشة لمبايل تلاقي تلاتة مسبتينك بالليل قدام قدام بيتك قدام الباب يعني مش هتقول لي لما واخذها في حتة بعيدة ولا كد لا قدام بابك بل يخش عليك المدخل كمان احنا عندنا في الشارع العيال كده تبقى عشان ولاد ناس محترمين وبيئات عالية وطيبة العين من دول يجي داخل بيته بالليل تلاقي اتنين تلاتة بالسككين في جنابه طال الله اللي معاك جاين منين الوبش اللي جاي دي والحشرات دي جاية كترت خلاصته بيجي الانسان الطيب او النقي او الطاق او الانسان الطيبة جدا توم تنهار ليه ما تقدرش تواجه المجتمع دي المتوحش دي لا لها طول حق من بلطجي ولا حتى ما احترامي قادرة تأمن نفسها ولا أهلها يقدروا يأمنوها ولا نستغسط بغيرها يأمنها ممن هو قادر على الاغاثة فبيحصل في الحالة دي انهيار يجي بقى النصاب يشتغل بقى بنتكمالها دا ما عادش بتخرج دا مكتئب دا تعبانة كيت مش والدوال طبيب نفسي محترم وعلى دينه وخلق لا بس انعرفت اللي عنده ايه ها القرين بتاعها قصو متجوزة والقرين هيتجوزة ازاي ويا لا قرين دا هي انسانة انفة يبقى لا قرينة ولا قرين يبقى له قرين لا بخ اي كلام يعني اهلها مسكين دا بنت وعايزة تجوز وعايز كي ويقولون تابقوا يا خوية هم مش لئين يأكلوا الحياة بقت نار ومجاعة وإفعال يقولون كمان هاتوا المبلغ كذا تقومين المسكنة تبع حاجة من بيتها كيت تابقوا والنصاب لا يتق الله ولا يرحم هؤلاء المسطة فركزوا معا جدا انا بان في دقل ما يسمى بالقرين اللي هو في الواقع اللي بنا ده نيبا للقرين الحقيقي تعال ادي للقرآني قال قرينه ربنا ما اضغيته ولكن كان في ضلال بعيد ادي آية طيب اما اجي الى قول الله ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وبعدين وقيضنا لهم قرناء فزيانوا لهم بين ايديهم وما خلفهم قال قائل منهم اني كان لي قرين يقول ائنك لمن المصدقين الى اخره طيب انا عندي كم من الآيات يتحدث عن القرين بس القرين انواع القرين انواع وكل نوع له تعريفه طيب لكن انا في الادلة العامة الادلة من السنة عن عائشة رضي الله عنها وارضاها ام المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا خرج من عندها ليلا قالت فغرت عليه فغرت عليه قالت فجاء فرأى ما اصنع يعني النبي رجع شاف اللي هي يعني بوادر غيرة عليها رضي الله عنه وردها فقال ما لك يا عائشة اغيرتي ما لك يا عائشة اغيرتي قالت وما لي لا يغار مثلي على مثلك وما لي لا يغار مثلي على مثلك قال افأخذك شيطانك شخص النبي بيقول لي زوجته السيدة عائشة ام المؤمنين افأخذك شيطانك خلي بلك جدا من هذا الكلام عشان برضو اشفي غلو ولا تفرط في المعنى افأخذك شيطانك فقلت يا رسول الله شوف الفقه عند ام المؤمنين يا رسول الله اوامعي شيطان انت بتقول فأخذك شيطانك يبقى معناك لنمعي شيطان فبتقول له اهي ام المؤمنين اوامعي شيطان قال نعم ومع كل انسان اوامعي شيطان قال نعم ومع كل انسان قلت ومعك يا رسول الله اوامعي شيطان ومع كل انسان معه شيطان قال لا مش كده وبس النبي يقول له ومع كل انسان كل واحد معه اللي هو القرن ده ومع كل انسان النبي يقول له كده معك ومع كل انسان قلت ومعك يا رسول الله انت رخر معك شوف قال نعم شوف قال نعم ولكن ربي عز وجل أعانني عليه حتى أسلم ولكن ربي عز وجل أعانني عليه حتى أسلم نركز مع بعض أعانني عليه يعني ربنا أعاني الرسول عليه لي عشان يسلم حتى أسلم وفي لغة أعانني عليه فأسلم أنا أعايز دعفة عن دي طبعا الحديث عن إمام أحمد سنده حسن وعند إمام مسلم في الصحية لما النبي يسأل أنت كمان معك شطان يا رسول الله يقول وامعي معايا مش شطان بقى والعياذ بالله غير القرين دا القرين دا هو القرين الملازم للإنسان من ميلادي إلى مماته لا يفرق طرفة عين ويحضوا على الشر طب واصل وبعد واصل إن شاء الله عدنا والحمد لله جل وعلا طيب سيد عائشة أم المؤمنين رضي الله عنه وارضاه بتسأل سيد النبي صلى الله عليه وسلم انت كمان معاك يا رسول الله ومعك ومعك شيطان انت كمان معاك القرين دا ومعك شيطان قال ومعيا بس شوف اللي جايبه ومعيا إلا إلا أن الله عز وجل أعانني عليه حتى أسلم الرواية الثانية إلا أن الله أعانني عليه فأسلم الرواية الثالثة فأسلم فأصبح لا يأمرني إلا بخير وفي الرواية فأسلم منه يبقى نعف عن الروايات قال أبو سليمان الخطاب عامة الرواية يقولون فأسلم على مذهب الماضي فأسلم ماضي وبعدين يريدون أن الشيطان قد أسلم لأن أسلم هنا لما تبقى على مذهب الماضي يعني أن الشيطان أسلم إنما فأسلم على غير الماضي يعني أنا حالا بأسلم منه وماضي بأسلم منه إنما ماضي بس فأسلم أي فأسلم الشيطان أعايز أن نركز جدا طيب أهاجي للرواية الثانية قبل ما شرح المعاني في روايات الأربع ما منكم من أحد إلا ومعه قرينه من الجن ده سيدنا النبي اللي بقول كلا هو وإزايك بالركز مع بعض ما منكم من أحد إلا ومعه قرينه من الجن ما منكم من أحد كبير صغير ذكر أنثة امرأة عجوز شابة صغيرة شاب طفل غلام رضيعة رضيعة الكل معاه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا هو ما منكم من أحد أي واحد فيكم ذكر أونث أي حد بعيد قريب غريب كيت أعجمي عربي الكل مسلم غير مسلم ما منكم من أحد إلا ومعه قرينه من الجن وقرينه من الملائكة يبقى أنا عزاف نوم وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا ومعه قرينه من الجن ومعه قرينه من الملائكة قال وإياك يا رسول الله وانت كمن يا رسول الله وإياك لأن انت يا رسول الله يعني جماعة الكل وإياك يا رسول الله قال وإياي قال وإياي ولكن الله تعالى أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير فلا يأمرني إلا بخير الرواية دي عند الإمام ما أحمد أيضا عند الإمام مسلم فيه صحيح يبقى نركز مع بعض جدا أهو النبي وضحها أكثر لأن في الرواية الأولانية النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أنه شيطان ولم يذكر لفظة القرين مع سيرة عيشة رضي الله عنه ورضاه أفأخذك شيطانك ثم الرواية أو معي شيطان يا رسول الله قال نعم ومع كل إنسان ما لشو مع كل مسلم إنسان يعني مسلم أو غير مسلم قالت ومعك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومعي إلا أن الله عز وجل عانني عليه فأسلم وفي رواية إلا أن الله جل وعلا أعانني عليه فأسلم حتى أسلم وفأسلم هنا بقى الرواية هنا والضحة تشطند إيه بالزبط إيه اللي هو القرين بقى إلي ما منكم من أحد إلا ومعه قرينه من الجن وقرينه من الملائكة قال وإياك يا رسول الله قال وإياي إلا أن الله جل وعلا أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير عند الإمام أحمد وعند الإمام مسلم يبقين لفظ القرين طيب ومن قوله صلى الله عليه وسلم ليس أحد منكم إلا وله شيطان هايق القرين هنا ثاني بلفظ الشيطان لنوشطان القرين ده نوع من أنواع الجن والأنه لا يحض إلا على الشر إذا نوشطان لو بيعني فيه الخير وفيه الشر إلى آخر هذه الأمور بنقول جني ويكون جني مؤمن يعني منه الخير ومنه الشر لكن كثرة خيره أكثر من شره إلى آخره لكن ده ما بيعملش أي خير بيحض على الشر ولذلك هو نوع من الجن إلا أنه شيطان ليس أحد منكم إلا وله شيطان إلا وله شيطان قالوا ولك يعني حتى أنت يا رسول الله حتى أنت يا رسول الله ولك قال ولي إلا ولي إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم الرواية طبعا أيضا عند الإمام أحمد وعند الإمام مسلم في الصحيح حديث آخر عشان أجمع الأحاديث ووفقها ونشوف الشرح ما من أحد إلا ما من أحد أي إنسان مسلم غير مسلم أبيض أصفر أحمر أسود أي إنسان عربي أجنبي ما من أحد إلا قد وكل به قرينه من الجن ما من أحد إلا قد وكل به قرينه من الجن نوكل به من مولده إلى مماته أهو ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرينه من الجن قالوا وأنت يا رسول الله وأنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنا قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فليس يأمرني إلا بخير عند الإمام أحمد وعند مسلم صحيح وعند ابن خزيمة وعند ابن حبان صحيح وعند الطبراني في الأوسط طيب أنهاء فينا قبل ما أككلم عن أنواع القرين في الروايات السابقات إنبي بيقول إن كل واحد مننا موكل به قرينه من الجن معه شطان شطندي معه من لحظة الميلاد إلى لحظة الوفاة شطندي موجدين عادة شطان لأنه ما يأمر بخير على الإطلاق لكنه يأمر بالشر ويحض عليه هذا القرين أو الشيطان الموكل بالإنسان مع الجميع مع المسلم وغير المسلم حتى مع الأنبياء حتى مع الأنبياء لكن أجي عندي استشكال مع النبي صلى الله عليه وسلم موجود لأن النبي أثبته في كل الأحادث دي لكن النبي دايما يقول إلا إلا أن الله أعانني عليه في كل رواية أعانني 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 ولذلك من قالوا بأن قرين النبي لم يسلم استدلوا بذلك ما من رواية لو يقول إلا أن الله أعانني عليه أعانني عليه يعني ربنا قواني عليه ربنا جعل فيه من الإيمان ما يقوى عليه لذلك بسلم منه طيب أما الذين قالوا بإسلام قرين النبي صلى الله عليه وسلم استدلوا بإباءه لما قال لك فحتى أسلم حتى أسلم ومعك قال ومعي إلا أن الله أعانني أعانني أي حتى أسلم يعني حتى انتهاء الغاية يعني فضل يأمر بشر يحض على شر ومش أدري على الطاق لغاية ما هو اللي انكسر فأسلم حتى أسلم زي إلى كده من إلى انتهاء هنا حتى يعني من كذا حتى كذا زي حينما يقال صعدت الدار حتى كذا نهاية اللي اطلعت فيشوف معي هنا لك حتى أسلم فمن قال أسلم هنا على مذهب الماضي يبقى خلاص يبقى المقصود منها حتى أسلم يعني صار مسلما طب الواية الثانية يقولك فأسلم إلا أن الله عز وجل أعنني عليه فأسلم الذين قالوا بنا أول المسلم قالوا فأسلم حتى أسلم الأولية يعني حتى أسلم من شره هنا فأسلم أي فأسلم من هو من شره الذين قالوا بإسلامه قالوا حتى أسلم على مذهب الماضي أسلم يعني دخل الإسلام هنا فأسلم أي فدخل الإسلام طيب رواية فأسلم منه هذه دعمت قول من قال بأن قرين النبي لم يسلم لا نوال إلا أن الله عز وجل عنني عليه فأسلم منه فأسلم منه يقول لك لا طيب لما أنت بتقول فأسلم منه كم من الرواية يقول لك في الرواية ثانية فأسلم منه فليس يأمرني إلا بخير أي فلا يأمرني إلا بخير فعلى ماذا بمن قال بإسلام قالوا فلا يأمرني إلا بخير فليس يأمرني إلا بخير ومدام يأمر بالخير يبقى ما هو الشيطان في تلك الحالة يبقى معناها أنه أسلم طيب وهذا الذي نرجحه أنواع القرين إنه يجي هنا بعد التأصيل الأولاني للجميل دي وبعد ما فهمنا كانه القرين والكلام دا كله ما أنا فهمت فيه قرين من ملايكة فيه قرمنا الجن فيه قرمنا الإنس إلا لا فهمني عايز أف على الأنواع على أساس آجي على قرين الجن بالذات وأشوف التعامل معه أزاي وكيف أتقي شرامه أنواع القرين أول حاجة قرين الملائكة قرين الملائكة اثنين القرين المذكور على أنه السائق والشهيد ثلاثة عندي القرين اللي هو الجن عندي قرين الإنس أربعة آجي أولا لقرين الملائكة حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام مسلم في صحيح وعند أحمد في مسنده ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة وقرينه من الملائكة يعني معاه قرين من الجن ومعاه قرين من الملائكة نفهم مع بعض وهل القرين دي هو جسد ولا شيطان يوسوس هنقف على أنه شيطان يوسوس ونفهم معنى ذلك طيب لما النبي يقول ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الملائكة وقرينه من الجن وقرينه من الملائكة وأيضا ما منكم من أحد إلا ومعه قرينه ما في شيء نوكل به لا ومعه قرينه ما منكم من أحد إلا ومعه قرينه من الجن وقرينه من الملائكة يبقى رواية الأولنية ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة الرواية الثانية ما منكم من أحد إلا ومعه قرينه من الجن وقرينه من الملائكة والقرين من الملائكة يأمر بالخير ويحث ويحض عليه يأمر بالخير ويحث عليه ويحض عليه ولذلك المسلم الحريص على أطاعات والبعد عن المعاصي والمحرمات هذا يعينه قرينه من الملائكة يعينه قرينه من الملائكة على ذلك ويعينه على قرينه الجني أيضا يبقى قرينه من الملائكة حينما يراه سليما مؤمنا طقيا نقيا حسن الاعتقاد حسن الظن بالله جل وعلا قريب من الله بفعل الطاعات بعيد عن فعل المعاصي والمحرمات يعينه بإذن الله جل وعلا على هذه الطاعات ويعينه أيضا على شيطانه من الجن ولذلك الإنسان اللي بيلزم قرينه من الملائكة موفق وبيؤت الحكم موفق وبيؤت الحكم ومن يؤت الحكم فقد أوتي خيرا كثيرا موفق لأن معه ملك يسدده قرين من الملائكة يسدده ويعينه على الطاعات يعينه على الكلم الطيب يعينه على فعل الخيرات يعينه على قرينه من الجن إذا حضه على الشر أو دعاه إلى الشر يعينه عليه يعينه عليه فلا يفعل الشر بل يتركه ويستعيذ بالله منه ولذلك أبو حامد في الإحياء في المجلد الثالث في مداخل الشيطان لما تحدث عن لزوم ملك وعن لزوم شيطان فأن الإنسان إذا أصبح واستفتح يومه بذكر الله جل وعلا وبالخير لازمه الملك لو قرينه من الملائك وصار يحضه على الخير ويحثه على الخير ويعينه على الخير ويعينه على شيطانه ولذلك تراه موفقا في يومه وفي ليله إذا أيضا افتتح ليله بالخير وعلى الخير لازمه قرينه من الملائك فكانت ليلتهم موفقة الثاني اللي إذا أصبح بشر وفعل الشر تلاقيه آيم عينه والعياذ بالله جل وعلا وجهه فيه والعياذ بالله من الكراها ما فيه يبدأ بالسب واللعن وما شابه وبالألفظ النابية بالأفعال الكريهة إلى آخر هذه الأمور يلازمه الشيطان قرينه من الجن يغف معه هو ليبقى معه ملازم له طوال اليوم يحضه على الشر دائما يجي يحلف طلقات يقول الله طلقات كذب يجي يروح السوق ما في كلمة سد يجي يتعامل مع الناس بمئة وجه إذا وعظ إنما هو شيطان يعظ حتى في وعظه تراه شيطان ولا تراه موفقا في شيء مش معنى لا تراه موفقا يعني ما بكسربش فلوس حكما للناس في الزمن دي فكرين أن التوفيق كله في الغنى والفلوس لا ده ممكن يستدرج والأموال تغيلوا من كل اتجاه سنستدرجهم من حيث لا يعلمون مش معنى أن القوة والسلطان والأموال دلالة رضا ده بالعكس ممكن تكون دلالة سخط واستدرات إنما مع المؤمن التقي الصالح نعم هي نعمة المهم فإن كسب بيكسب حرام وإن تكلم تكلم بالحرام ولذا يتراه في بيته والعياذ بالله مع زوجته مع أولادي مع جيران منع الناس شيطانه يحركه يجي الليل يفتتح الليلة بالشر يفتتح الليلة بالشر وبفعل الشر ولذلك ترى ليله والعياذ بالله ضنكا إن كان ينام أرق وضيق نعم من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ضنكا في سعي ضنكا في نومه ضنكا في أموره ضنكا في أفعاله ضنكا في أقواله ضنكا في تعاملاته في كل شيء ولذلك هذا الإنسان إذا ابتلأ ليله بالشر كانت ليلته غير موفقة كتلل الشر ولذلك مع أهله إن بقي معهم بالشر مع أولاده إن بقي معهم بالشر مع الناس خارجا إن كان معهم بالشر ولذلك لا تره يوفق إلى فعل الخير إذن ده مع قرينه من الملائكة ومع قرينه من الجن والإنسان إذا كان قريب من ربنا بفعل الطعاة ولوانا المحاصر والمحرمات خلاص يلزبوا قرينه من الملائكة ويعينوا ويعينوا كمان على قرين الجن إن من كان دون ذلك قرينه من الجن اللي شغل معه قرينه من الجن اللي هو بيحضوا على الشر دائما طيب أنتهينا من النوع الأول بإيجاز اللي هو القرين من الملائك السائق والشهيد من قول الله إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد طيب قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن الملك الموكل بعمل ابن آدم إنه من يشهد عليه يوم القيامة بما فعل ويقول يعني يوم القيامة اللي هو الملك الموكل بعمل ابن آدم يجي يوم القيامة وقول إيه هذا ما لدي عتيد الإنسان ده هذا ما لدي عتيد أي معتد هذا معتد والعياذ بالله جل وعلا ده نوع اللي يشهد عليه يوم القيامة قال مجاهد هذا كلام الملكي السائق يقول ابن آدم الذي وكلتني به على سبيل الترأي يعني ابن آدم ده الذي وكلتني به وجزء ابن آدم الذي وكلتني أي وكلتني بابن آدم أي وكلتني بابن آدم وعلى سبيل الإضافة وكلتني بابن آدم المهم وكلتني به قد أحضرته واختر ابن جرير أنه يعم السائق والشهيد ولو اتجاه وقوة فعند ذلك يحكم الله تعالى في الخليفة بالعضل نفسه ابن كثير وقد أطلق الله جل وعلا عليهم لفظ القرين على السائق والشهيد ليه لأنهما يلازمان ولا يفارقانه طرفة عين ده بيكتب حسنات ولا بيكتب سيئات والإثنان لا يفارقانه طرفة عين يبقى قرين ليه لأنه بيلازم والقرين معناه الملازم فهنا الملكان الذين يكتباني الحسنات والسيئات ملازمان فهما قرينان لذا أطلق على من يلازم شخصا ولا يكاد يفارقه قرين ما أقول لك الشخص الروم ماشي مع الروم لازم مع الروم ما بس بوش بقول لك قرين بقول لك هذا قرين وفي طبعا زود التفسير قال الملك الموكل به يعني الملك الموكل يقول إيه هذا ما عندي من كتاب عملك عتيد حاضر قد هيأته قال مجاهد إن الملك يقول لرب سبحانه هذا الذي وكلتني به من بني آدم قد أحضرته وأحضرته ديوان عمله يعني جايب له اللي عمله مكتوب مسجل عليه وقال له هدى أنت وكلتني به يا رب وما لم أكن وكلتني به يعني أنا كنت ملازم له وما لم أكن كنت ملازم له يعني أنا كنت قرينه يعني قرين له ولذلك أنا قبت لك الأعمال بتاعتك الله عشان إيه تشهد عليه وفي الصفوة قال الملك الموكل بكتابة السيئات هذا الذي في صحيفتي من السيئات مكتوب عندي ولذلك يقول عتيد مكتوب عندي عتيد مهيئ للعرض فيقل الملكين من خزرة النار أي لسائق والشهيد ألقي في جهنم كل كفار عنيد خلاصته إنني أفهم إن القرين هنا الملازم الذي لا يترك الإنسان طرفة عين الملك الموكل بالإنسان ويعينه على الخير ويحض عليه هذا قرين لأنه ملازم له لا يتركه كذا الجني الموكل بالإنسان لوقرينه لأنه يلازمه ولا يتركه هو قرين السائق والشهيد اللي بيكتب الحسنات اللي بيكتب السيئات ملازمان للإنسان لا يفارقانه لأن الإنسان في حياة في كل لحظة يا حسنات يا سيئات فلا يفترقان عنه ولذلك هذان قرينان أما النوع الذي لذلك هو قرين الإنس قرين الإنس قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين وأيضا وقيضنا لهم قرناء فزيانوا لهم ما بين أيديهم وما خلفه قال ابن عباس هو رجل مشرك يكون له صاحب من أهل الإيمان في الدنيا في قوله تعالى لما بيقول كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين وقال ابن كثير إن الشيطان يكون من الجن فيوسوس في النفس ويكون من الإنس يعني والعياذ بالله جل وعلا قبول وتعاون فيقول كلاما تسمعه الآذان وكلاهما يتعاونان يعني الشيطان من الجن يروح يوسوس في النفس وبعدين النفس تقبل ذلك وهذا حض وشر ووسوس ولذلك كلاهما يتعاونان لأن إذا شيطان إنسي وإذا شيطان جني فكلاهما يتعاونان ويلتقي خلاص المسألة لأن طبعا لسه الكلام كثير إن أنا عايز أقول أن شيطان الإنس مقدم في الشر على شيطان الجن وأن شيطان الإنس يوسوس كما شيطان الجن لكن يقول إنسان أنا له الوسوسة الوسوسة لا تعني الكلام خفي على الإطلاق ولا بسر لا بل النداء بالشر والكلام بالشر والدعوة إلى الشر كل هذا من باب الوسوسة ولذلك يأتي الشيطان الجني فيواسوس في صدر الشيطان الإنسي ولذلك يزين له وهذا أيضا يزين أو ضحية ثالثة شيطان الجن يوسوس للضحية دي يوم شيطان الجن يوسوس يوم شيطان الإنسي جاي يزين له نفس اللي بيزينه شيطان الجن يعني مثلا هيزين له المخدرات يجي شيطان الجن يقول له حلوة وتتكيف وتنسى الناس وتبعد عن كات يوم واحد جاي قاعد مع شيطان إنسي يقول له ما تقوم يا عمنا نشرب كذا ونضيع ونبعد عن النزي ومش كلام نفس الكلام حتى يتم التزيل فيتعاونان فيلتقيان أي يلتقي شيطان الجن وشيطان الإنس مسألة كبيرة واللي سفاها كلام كثير ولأن الوقت قد انتهى ترجمة نانسي قنقر